موسيقى حالة من الابهار البصري هنا في جناح تيرا جناح الاستدامة في كوب 28 هو انطباعا اول موسيقى لكن المضمون يحمل الكثير لتعزيز الوعي في نفوس الزوار بكل فئاتهم العمرية موسيقى موسيقى انا وجدت هنا امور كثيرة جدا في جناح الاستدامة يعني اظهر بصراحة انبهارا كثيرا لي والاخرين حتى وجدت هذا الانبهار على وجه الاخرين هنا ايضا في شيء مهم جدا هنا يعني الجاذب انتباهي وهو ان انت تستطيع ان تقدم تجربتك عملية ليس فقط متلقي وتاخذ الاخبار بل انت تستطيع ان تنقل خبرتك الاخرين عن طريق تسجيل فيديو لمدة 30 ثانية هو ان تحكي فيها عن قصة بسيطة او عبرة بسيطة او حكمة او نصحته كدوم الاخرين وعندما يأتون بعد ذلك يشاهدون هذا الفيديو ويتعلمون منك في هذا المعرض نحن الاستدامة كان رائع بالنسبة لي والله انا حريص كنت ان يكونون العيال معاي وهم يعني الحمد لله يعني استمتعوا بالجولة اللي موجودة هنا وطبيعي لازم يطلعون على كيف الواحد ممكن يحقق او يساهم في الاستدامة اليوم نحن نعيش على كوكب الارض وطبيعتنا ان نستهلك وننصرف ونكون مخلفات لكن كيف ممكن ان يستفيد من هذه المخلفات كيف اني اساهم في تحقيقها الاستدامة الحفاظ عليك وكب الارض اتوقع ان العيال شافوا بالاشرطة التفاعلية اللي موجودة هنا شافوا اشياء كثيرة راح تساعدهم اكيد يعني في تحقيقها الشيء والله شفته اشي جميل وكويس واشي بخلي الاطفال يعني يتعلم عن الشغلات تبع تلبيع وشو بصير فيها وشو بصير في البحر انا جيت مع الاطفال واكتر شيء لفتني هو انبهار الاطفال بالتفاصيل وبكل الاشياء الموجودة هنا خاصة في جناح الاستدامة لانه يخليهم ويواعيهم شوي على الطبيعة ومحافظة على الارض وتخلنا في جو في الارض ومشاء الله يعني فرحانين وشوفها بعينهم لانما يشوفوا صغاري الاشياء هنا بيسألوني اسئلة وانا بنفسي فكر بالاسلة هذه وفيها يعني تخلينا يعني تحيي فينا اشياء موجودة لكن نشوفها في كاتيليزر كاتيليزر افكت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة